مرحبا مشاهدينا معكم الشاف احمد وصفتنا اليوم اللي هي كيف نعمل اي بيرجر الدجاج دائرات بيرجر الدجاج اللذيذة ولكل العالم بتحبها اليوم لحعملكم اياها وقلمكم كيف طريقتها طريقة بسيطة وسهلة ولذيذة جدا اوكي متل ما شايفين عندي 700 جرام من الدجاج الدورة المقطع الطاطو صغير بهذا الشكل 700 جرام اوكي هلا اول شي لح اطحن الدجاج على البلندر ليصير عندي ناعم ونرجع بنعمل الخلطة مباشرة فوق اوكي متل ما شايفين حطات كمية من الدجاج بما انو البلندر عندي صغيرة فلح اطحن الدجاج على دفعات اما اذا عندي بلندر كبيرة فما مشكلة فيي وضعهم كلهم اما اذا صغيرة فلازم يطحنوا على دفعات لانو محا ينتحن معي بسهولة اوكي وضعته بالبلندر وعندي ايضا مقدار معلقتان كبار من الزيت النباتة لحقوضه على دفعات عند الطحن اما اذا عن بطحن كل الكمية عبلندر كبير ووضعه مرة واحدة لازم حط الزيت النباتة لانو صدر الدجاج طبيعته اناشف فانا بالمكونة الموجودة عندي بحاول خليه رطب قليلا بعد الطهو اوكي 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 كم شاهدين اوكي 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 اذا ما شايفين طحنت الدجاج وصار عندي جاهز هلا لحضيف المكونات فوقه اذا عندي الدجاج جاهز لحضيف عليه معلقة كبيرة من صلصة السويا معلقة كبيرة من صلصة السويا المتوفرة بالسوبر ماركت نصف معلقة صغيرة من الخردل 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 ونصف معلقة صغيرة من الخردل وعندي معلقة صغيرة من الخردل الكزبرة اليابسة فيها تكون مطحونة وفيها تكون حب. اوكي. ربع كوب من الكعك المطحون او الخبز المحمص المطحون الخبز الاجنبي يعني او فينا نقول بريد كرامت. اوكي. معلقة صغيرة من الملح بيضة كاملة اللي عنده مشكلة مع البيض فيه ما يستعمل البيض ولكن الحصول على نتائج افضل وتماسك العجينة لافضل استعمال البيض. فيكن تستعملوا او زلال او بيضة كاملة وفيكن كمان بلا بات ازا عنكم مشاكل مع البيض. بس ولكن مع بات افضل. معلقة صغيرة من السكر هيدي الشغلة كتير مهمة اللي بتعطيني لون وطعمي بتقضي على كل الطعمات مش مزبوطة السكر بيعدل انك هات ببعضة بيشمع انك هات كلها ببعضة هيدي شغلة بهمة بتمنى انكم تتعلموها. وعندي ايضا مكعب من الدجاج من مركز الدجاج او بودرة الدجاج. نصف مكعب اوكي نصف مكعب من مركز الدجاج او بودرة الدجاج لح اطحنوا جيدا وزيدوا على الوصفة. وعندي ايضا اربع حصوص طوم دقايتهم مع الملح دقايتهم جيدا بدي ايوهان يصيروا هيكي نعمين جدا عالتال ما يظهروا عندي كتير عند الاكل. اما بالنسبة لمركز الدجاج او الدجاج انا طحنته باليد. حتى يصير في يصير عندي جاهز. لح وزعه وبعندي الخلط بدي اتاكد انه هيدي لم تبقى في مكان واحد لانه طعمتها لح تكون قوية فبدي ادعك العجينة بشكل جيد لح التالدي توزع هيدي على جميع الوصفة. ما بزيد عليها ماء لانه ما بدي الجاج يطلع رخو انا فيه دوبها بالماء مسبقا بس ما بدي الجاج يطلع رخو لاستعمال الماء ففقد اكتفت بهيد الماء ادير. هلا لح ادعك العجينة بشكل جيد. اوك مشاهدينا متل ما شايفين فيه ادعك باليد وفيه ادعك بملعكة تكون قوية او ملعكة فشبية بتاعك بشكل جيد ليطلط الماء ادير كلها ببعضها يصيرو متماسكين عندي. فيه اعجن الخليط على العجينة بستعمل المنجل اوكي. اوكي مشاهدينا عندي الخلطة ساعدة جاهزين كما ملاحظين انه تغير لونه صار غامق. هلا اعلمكم طريقة جديدة كيف نعمل تواقر البرجر بدون ما ندقها بالمدقة اوكي. اوكي متل ما شايفين عندي نيلون لح اوضع خشبة التقطيع لحط الليلون اللاصق مباشرة وراها. اكيد فيه استعمل اي نوع من النيلون اللي عادة بيستعملوه المحلات. هستعمل انا هيدا الطريقة. وجهزت ايضا مقطع او سيركل متل هيدا. اي شي عندكم متل هيدا حاد. لحنحطوه هون اكيد. اللي ما عنده هيدا موجود فيه يعمل البرجر اه يدقها. ما فيه اي مشكلة. انا اليوم حبيت اه فرجيكم هيدا الطريقة. المهم انه هيدا النقعة وامتيازها وانكتها تكون وصلتكم وتجربوها. اوكي. متل ما شايفين. شيل كمية. نتجاج. حطها بالمقطع مباشرة. رح اعملها بهذا الشكل. دورها. اوكي. بس تصير عندي جاهزة. رح ارفع المقطع. رح تكون عندي جاهزة. هلا ازا بدكن للشغل السريع في ادهن المقطع او السيركل بالزيت قليلا. فبتصير تطلع عندي بدون ما تلتسك. اوكي. اذا متل ما شايفين. صارت عندي حبيت بيرجر. جميلة جدا. ممتازة. ارتفاع صانت لتر بقى صانت تقريبا. هيدا رح تكون ممتازة. جربوا هيدا الطريقة مبرومة وجميلة جدا. اوكي. مباشرة. رح نقطع. النيلون اللاسق. و رح نستعمل. قسم من الاعلى. رح نقطع بهذا الشكل. و نغلفها بشكل مرتب. متل ما شايفين. اوكي. و رح تصير في عندي جاهزة. حبة البرجر المبرومة. لحينة الاستعمال بوضعها بالفريزر. و يفضل وضعها بالبرد لمدة ساعة قبل الاستعمال. و عند التخزين يفضل وضعها بالفريزر. و انا لما بدي استعمالها بشيلها من الفريزر مباشرة. و فيه حطها على حضع. لمدة ربع ساعة. و ليها بالزات القليل او على القريل. بقليل من الزات. لانه متل ما قالنا انه جاج ناشف. و بحاجة الى زات. و انا حطيت له كمية من الزات. اوكي. كما شايفين. صارت عندي جاهزة. اوكي. لحافظة على شكل اكيد. تكون مجهز. او شي عندي لحطهم في قطع. حط بعضها وبحطهم بالفريزر. اوكي. هايدي وصفتنا لليوم. بتمنى تكون نادة اعجابكم واستفدتوا منها. او بتمنى انه تجربوا هايدي الخلطة لتشيكن بيرجر وهيدي الطريقة لح تعجبكم. و خاصة بهيدي الايام. اللي هي ايام صيام شهر رمضان. ينعاد عليكم. بدأ لكم قلب صحة. شاركوا اصدقائكم. و ما تنسوا الاشتراك بالشانل. و بدأ لكم الى اللقاء الى حلقة مقبلة ومميزة. اوكي مشاهدينا حبات بس فرجيكن على حبة البيرجر كيف لحكون شكلها بعد القلة. اوكي قداش هي جميلة. اكيد من نقليها او على المقلية. مع قليل من الزيت. على كل جهة ديقتين ونص. يعني اه كل الميلات لح تاخد عنا خمس دقايق لتكون مطهوة بشكل جيد. يعني ديقتين ونص على كل جهة. بهيدي السماكة اكيد. على نار متوسطة. لح تكون عندي جاهزة متل ما شايفين. اه وبتمنى تكون ها شايفكم. 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 اشتركوا في القناة